بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء اللي هو الموجات الكهرو مغناطيسية معكم الأستاذ العنوذ الهملان كان عندنا واجه في الحصة السابقة سؤال سبعة تمر حزمة من ذرات الليثيوم وحادية التأين أي أنها موجب واحد خلال مجال مغناطيسي مقداره واحد ونص في عشر وصالب ثلاثة تسلا متعامداً مع مجال كهربائي مقداره ستة في عشرة وستثنين نيوتن لكل كولوم ولا تنحرف أوجز سرعة ذرات الليثيوم التي تمر خلال المجالين نستخدم القانون المعروف بي كيو في تساوي إي في الكيو نلاحظ من خلال هذا القانون أن على طول نقدر نختصر الشحنة مع الشحنة وبالتالي المطلوب السرعة إذن V تساوي المجال الكهربائي على المجال المغناطيسي نعوض مباشرة الوحدات جاهزة ما يحتاج أي تحويل إذن على طول نقسم وبالتالي نطلع قيمة السرعة بوحدة المتر لكل ثانية أخذنا في الدرس السابق مطياف الكتلة وهو جهاز مماثل لأنبوب أشعة المهبط كذلك النظير هو عبارة أو النظائر هي أشكال مختلفة للذرات والتي لها خصائص كيميائية نفسها ولكنها مختلفة في الكتل أخذنا قانون نسبة الشحنة إلى الكتلة تساوي 2 في فرق الجهد على مربع المجال المغناطيسي به في مربع نصف القطر اليوم بإذن الله ندخل على درس المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء الأهداف 1 تصف كيف تنتشر الموجات الكهربائي المغناطيسية في الفضاء 2 تحل مسائل تتضمن خصائص الموجات الكهربائي المغناطيسية المفردات 1 الموجات الكهرومغناطيسية ما هي المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء؟ طبعا الكهربائية والمغناطيسية نقدر نختصرها بكلمة كهرومغناطيسية لكن ما هي وكيف تعمل؟ الموجات الكهرومغناطيسية كثيرة من حولنا لا نستغني عنها أبدا وكذلك موجودة في الأجهزة الحديثة عندنا مثل الجوالات التلفاز الإذاعة إذن هي موجات مهمة وتنتشر حولنا بشكل كبير ولا يمكن الاستغناء عنها فمثلا عندنا هذه الموجات التي نتمد عليها الإذاعة التلفاز الأقمار الصناعية أيضا المجرات البعيدة تحتوي على موجات كهراء مغناطيسية وأيضا أفران المايكرويف وأجهزة التحكم عن بعد مثلا عندك الريموت التلفزيون والمكيف وغيرها وأيضا الهواتف الخلوية الموجات الكهراء مغناطيسية عندنا هنا هذه الأشكال تمثل مجالا كهربائيا في A ومجال مغناطيسي في B لكن في صورة C تمثل عبارة عن مجالين كهربائيين ومغناطيسية معا مع بعضهما البعض أثناء دمج A مع B لأن كل منهما يتعامد على الآخر ومستحيل أنه ينتشر إلا مولدا مجالا آخر حدث تقدم كبير في فهم الموجات الكهراء مغناطيسية خلال القرن التاسع عشر أدى إلى تطور أجهزة وتقنيات جديدة أن المجال الكهربائي الحثي يتولد حتى لو لم يكن هناك أسلاك فمثلا عندنا المجال المغناطيسي المتغير يولد مجالا كهربائيا متغيرا إذن حتى لو لم يكن هناك أسلاك لولد المجال المغناطيسي وجالا كهربائيا المجال الكهربائي دائما يولد أيضا مجالا مغناطيسي آخر وهذا معتمده العالم ماكسويل ويسمى المجالان المغناطيسي والكهربائي المنتشران معا في الفضاء بالموجات الكهرومغناطيسية أو موجة E-M إذن رمزها E-M عندنا سلسلة من إنجازات العلماء أول عالم اللي هو العالم أورستد توصل أورستد إلى أن التيار المار في موصله يولد مجالا مغناطيسي وأن التيار المتغير يولد مجالا مغناطيسيا أيضا متغيرا فاكتشف كل من العالمين إذن أول عالم عندنا اللي هو العالم أورستد توصل العالم أورستد إلى ماذا؟ إلى أن التيار المارف الموصل يولد مجال مغناطيسي وحسب التجربة التي أجراها من قبل عندما أحضر سلك موصل متصل بمصدر للتيار وقرب من عنده بوصلة لاحظ أن البوصلة هذه تتحرك خلال مدة عندما يمر فيها تيار كهربائي أي أن المجال التيار ولد عندي مجال مغناطيسي هذا متفقن عليه في الباب الأول التيار المتغير يولد مجال مغناطيسي متغير بعد كذا جاء عندنا عالم آخر العالمين كل منهما في بلد عندنا عالم مايكل فاردي والعالم جوزيف هنري اكتشفوا كل منهما على حدة في وقت واحد بالرغم أنهم متبعدين في المسافة أن المجال الكهربائي يولد مجال مغناطيسي كيف؟ عندما أحضر اللي هو المغناطيس وأدخله بداخل ملف لاحظ أن الملف متصل طبعا بجلفان ومتر لاحظ أن الملف يبدأ يولد تيارا حفي بالرغم من عدم وجود أي مصدر للتيار فعرف ذلك عن طريق إبعة المؤشر الجلفان ومتر إذن دليل على أن المغناطيس يولد مجال كهربائي وبالتالي وصلنا إلى الحدث الكهرومغناطيسي وهو عبارة عن إنتاج مجال كهربائي بسبب مجال مغناطيسي متغير إذن هنا عندنا دور العلماء أول عالم قلنا أول عالم أورستد تجربته العالم أورستد عندما أحضر بوصلة ووصل البوصلة بمصدر للتيار طاقة ووصلها بمفتاح كهربائي أغنق الدائرة مرة تيار كهربائي يخرج من القطب الموجب للبطارية يسري عبر هذه الأسلاك لاحظة في البداية عندما كانت الدائرة مفتوحة لم تحتحرك إبرة البوصلة وعندما أغلق الدائرة ومرة تيار إبرة البوصلة تحركت واستنتج بذلك أن التيار المارف الموصل يولد مجال كهربائي والتيار المتغير يولد مجالا مغناطيسيا متغيرا مايكل فارادي كما ذكرنا أحضر قبيب مغناطيسي أدخله من خلال ملف لو لبي متصل بالجلبان ومتر الجلبان ومتر كان في حالة سكون عند إدخال قبيب مغناطيسي داخل الملف إذن تولد مجال كهربائي كيف عرفنا أن في مجال كهربائي تحركت مؤشر الجلبان ومتر ومعروف أن الجلبان ومتر يقيس التيارات الصغيرة إذن هنا الحفة الكهربوي مغناطيسي هو إنتاج مجال كهربائي بسبب مجال مغناطيسي متغير وبالتالي فإن المجالين الكهربائي يتولد حتى لو لم يكن هناك أسلاك حتى لو لم يكن هناك أسلاك لولد عندنا مجال كهربائي ماكسويل ماذا فعل ماكسويل؟ ماكسويل لاحظ التغير في المجال الكهربائي يولد مجالاً مغناطيسي أخذ اللي هو معلومات العلماء السابقين وقال أن الشحنات ليس ضرورية فالمجال الكهربائي المتغير وحده يمكن أن يولد مجالاً مغناطيسي ما المقصود بالشحنات؟ يقصد بالشحنات اللي هي الأسلاك الأسلاك الكهربائية التي تسري فيها التيار يقول ليس ضرورية وبالتالي اعتمد على معلومات العلماء السابقين ورسم رسم أن المجال الكهربائي يكون متعامد مع المجال المغناطيسي وكذلك المجال المغناطيسي يكون متعامداً على المجال الكهربائي وبالتالي فأن الشحنات المتسارعة والمجالات المغناطيسية المتغيرة تولد مجالات كهربائية ومغناطيسية تتحرك معاً في الفضاء أي أنهما جميعهم يندمجوا مع بعضهم البعض بحيث أن يكون المجال الكهربائي عامودي عن المغناطيسي والمغناطيسي عامودي على الكهربائي وينتشرون معاً كما في هذه الرسمة ونلاحظ أن كل واحد منهم المجال المغناطيسي عامودي على الكهربائي والمجال الكهربائي عامودي على المغناطيسي وانتشارهم يكون مع بعضهما البعض في الفضاء ما هي خصائص الموجات الكهرومغناطيسية؟ خصائص الموجات الكهرومغناطيسية عندنا من خلال فهم العلاقة لا بد أن يكون عندنا طول للموجة فالموجة لما تنتشر في الفضاء يكون لها طول موجي نسميه بالطول الموجي ونرمز له بالرمز ليندا إذن ليندا سيكون رمز الطول الموجي أيضاً هناك تردد للموجة التردد للموجة نرمز له بالرمز F ويقاس بوحدة الهيرتز أيضاً هناك سرعة للموجة عندما تنتشر في الفضاء كلها سرعة ورمز السرعة V وكما تعودنا أن وحدة السرعة متر لكل ثانية إذن متر لكل ثانية ووحدة الطول الموجي طالما أنه طول الوحدات المعالمية المعتمدة هي المتر لكن ما علاقة الطول بالتردد بالسرعة؟ نلاحظ أن كلما زاد الطول زاد معه السرعة أو كلما زادت السرعة زاد الطول الموجي إذن هناك علاقة بين السرعة والطول الموجي علاقة طردية أيضاً هناك علاقة بين الطول وبين التردد F نلاحظ أن كلما زاد طول الموجة كلما قل ترددها وهذا من تأثير دبلر أخذناه في فيزياء اثنين وأيضاً في فيزياء ثلاثة تأثير دبلر أن هناك علاقة بين الطول وبين التردد إذن العلاقة علاقة عكسية كلما زاد الطول الموجي قل التردد إذن هناك علاقة عكسية العلاقة العكسية هذه تبين أنه لا يبد أن يكون هناك مقدار آخر المقدار الآخر هو ما هو السرعة إذن قالوا هنا أن السرعة V على F تمثل هذه العلاقة علماً بأن السرعة تتناسب ضردية مع الطول الموجي وكذلك الطول الموجي يتناسب عكسية مع التردد لكن عشان ما يكون عندنا لبس بين V اللي هو سرعة الحركة على سطح الأرض والموجات إذن نقدر نخلي السرعة وحدتها السي مثلاً أو رمزها السي بحيث أنها تكون السي عبارة عن موجات الكهرومغناطسية التي تنتشر في الفضاء إذن اتفقنا أن تكون السي عبارة عن رمز السرعة للموجات الكهرومغناطسية في الفضاء وبالتالي العلاقة بين الطول الموجي والتردد إذن هنا عندنا علاقة عكسية إذن واحد على F استنتجنا العلاقة هذه من تأثير دبلر وعرفنا أن طول الموجي كلما زاد الطول الموجي للموجة الكهرومغناطسية كلما قل التردد وبالتالي اتفقنا أن V السرعة ما يكون رمزها V لا نخليها C لماذا C؟ عشان تكون خاصة فقط للموجات الكهرومغناطسية إذن هنا سرعة الموجات الكهرومغناطسية وجدوا أنها قيمة ثابتة وتعطينا 3 في 10 أو 8 متر لكل ثانية أي 300 مليون أي أن سرعتها جدا عالية وبالتالي فهي تنتشر في الفضاء على الرغم من موجود المسافات الهائلة بين المجرات ويرمز لها بالرمز C وهي عبارة عن سرعة الضوء إذن هنا نقول C قيمة ثابتة لا تتغير قيمتها 3 في 10 أو 8 وعندما يزداد الطول الموجي يقل التردد وبالتالي لن تساوي V على F هنا للموجات العادية زي عندنا مثلا الموجات في الطاقة الميكانيكية لكن هنا نحط C اللي هي يرمز لها بالرمز السرعة لموجات الضوء الموجات الكهرومغناطسية إذن هنا هذا يفرق عن هذا القانون طبعا هو نفسه لكن الرموز تختلف هنا إذا حطيناها للمادة أما هنا C يكون عبارة عن سرعة الضوء سواء كان في الفراغ أو في الهواء ويكون قيمتها قيمة ثابتة لا تتغير تعطى اللي هي 3 في 10 أو 8 وهذه تحفظ لأنها قيمة ثابتة تجيب التحصيلي إذن هنا عندنا العلاقة بين الطول الموجي والتردد للموجات الكهرومغناطسية ما نوع العلاقة يقول لك هنا 1 أو A V تساوي طول الموجي في F أو V تساوي طول الموجي على F مقسومة أو V تساوي طول الموجي مضاطا لF زائد أو V تساوي طول الموجي ناقص F ممتازين أحسنتم إذن هي عبارة عن الفقرة A لماذا A لماذا A لأنها القانون إحنا استنتجناه أن الطول الموجي يعطينا بالعلاقة C على F طيب إحنا هنا قلنا C إذا كان في الفراغ أو المادة وهي قيمة ثابتة تساوي 3 في 10 أو 8 وقلنا V إذا كانت للمادة إحنا نحن نتكلم عن موجات كهرومغناطسية في الهواء أو في الفضاء كما موجود على الشاشة في العرض إذن في العنوان في الفضاء إذن نتفق عنها C طيب هنا إذا جيت أبغط أطلع C إذن كيف إذن راح أضرب وسطين في طرفين وبالتالي فإنه C تساوي طول الموجي مضروبا في الف إذن الأختيار الأول هو الأختيار الصحيح عندما يزداد طول الموجة الكهرومغناطسية ماذا يحدث للتردد ماذا يحدث قلنا العلاقة بينهم علاقة عكسية إذن هنا اللندة تساوي C على F إذن واحد في الباص والآخر في المقام إذن هنا علاقة عكسية إذن إذا زاد الطول إذن فإن التردد أحسنتم يقل التردد في هذه الحالة ممتاز طيب حاصل ضرب الطول الموجي في التردد حاصل ضرب الطول الموجي شي يعطينا لما نضرب الطول الموجي مضروب في التردد F إذن هنا حاصل ضربهما الطول الموجي في التردد يعطينا مين يعطينا قيمة الثابت أي ثابت اللي هو أحسنتم قيمة الثابت ويرمز له بالرمز C وقيمته ثلاثة في عشرة أس ثمانية متر لكل ثانية إذن هذه عبارة عن سرعة سرعة الضو في الفضاء لكن ما هي خصائص الموجات الكهرومغناطسية كما ذكرناها إذن للموجات الكهرومغناطسية ثلاثة خصائص أول خاصية الطول الموجي ووحدته المتر الخاصية الثانية F اللي هو التردد ووحدته الهيرتز الخاصية الثالثة اللي هي سرعة الضو C ووحدته المتر لكل ثانية عندنا عندنا مسألة تدريبية من مسائل صفحة 84 سؤال 15 يقول ما مقدار سرعة الموجة الكهرومغناطسية في الهواء إذا كان ترددها 3.2 10 أو 6 19 إذن هنا نقول المعطيات نغير اللون حتى يختلف عن السؤال إذن هنا المعطيات إذن عندنا في المعطيات أول معطي يقول ما مقدار السرعة إذن هنا اتفقنا أن السرعة تكون C إذن هنا C مجهولة ما مقدار سرعة الموجة إذن هنا C مجهولة إذا كان التردد أعطانا قيمة التردد F اللي هو 3.2 إذن هذا قيمة التردد 3.2 في 10 و 16 إذن جميع الموجات الكهرومغناطسية في الفراء أو الهواء ثابتة تسير بسرعة الضو لأننا قلنا أنه في البداية النسي ثابتة وطالما أنها ثابتة إذن كم سرعتها 3 في 10 أو 8 إذن إذن جميع الموجات إذا كان عندنا تردد ترددها ثمانية إذن F تساوي ثمانية بوينت 2 في 10 أس 14 طالما طالما أنه يبغى طول الموجي على طور سأعوض في القانون اللي هو اللندة تساوي C على F طيب هو تبغى طول الموجي والC ما عندي أخلاص أوقف لا طبعا وإنما أعوض بقيمة C وإنما قلنا مقدار ثابت ينحط بكل المسائل 3 في 10 أو 8 على قيمة التردد اللي أعطاني إياه كم قيمة التردد اللي أعطاني إياه أعطاني 8 بوينت 2 في 10 أس 14 ونقسم ونطلع الناتج عندنا مسألة 18 ما تردد موجة كهرومغناطيسية طولها الموجي 2 بوينت 2 الآن أعطاني طول الموجي اللندة ويبغى التردد F إذا أعوض بالقانون اللندة تساوي C على F طيب هو يبغى الآن الطول F إذا أضرب وسطين في طرفين أطلع قيمة F إذا F تساوي C على اللندة C إن قيمتها ثابتة إذا هنا 3 في 10 أو 8 متر لكل ثانية طيب والطول الموجي الطول الموجة طانية 2 بوينت 2 في 10 أو سال باثنين إذا أقسمهم على بعض وطلع الناتج وطالما إنه تردد إذا وحدته الهيرتز عندنا سؤال مما صادر الفصول يقول لك موجة ضوئية طالما إنه قال موجة ضوئية على طول C عندك يساوي يساوي الثابت 13 أو 8 إذا هنا موجة ضوئية طولها الموجي 585 نانو متر على طول هنا عندنا وحدة مختلفة ما نلاحظ أنها الوحدة على طول بالمتر إذا هنا النانو متر لا بد من تحويلها إذا كيف أحولها كيف أحولها على طول أضرب من النانو متر إلى المتر نضرب القيمة إذا هنا طول الموجي 585 وخمسة وثمانين نضربها في 10 أسالب 9 النانو كم قيمة عشان حول المتر نضرب الناتج في 10 أسالب 9 تنتقل من الشمس إلى الأرض ما مقدار تردد الموجة إذن المطلوب F التردد طالما أن المطلوب F اللي هو التردد إذن نعود في القانون لندة تساوي اللي هو C على الطول الموجي إذن الطول الموجي هنا 3 في 10 أسالب 8 قيمة ثابتة على قيمة طول الموجي اللي عطانية 500 و85 مضروبة في 10 أسالب 9 ما المقصود في 10 أسالب 9 التحويل من نانو متر اللي ما أتعامل مع النانو متر أتعامل مع المتر فأحول هين المتر أضربها في 10 أسالب 9 يطلع الوحدة طبعا رح تكون بالهيرتز إذن هنا ماذا تعلمنا اليوم تعلمنا سلسلة من إنجازات العلماء أول عالم أورستد توصل إلى أن التيار المتغير يولد مجال مغناطيسي متغير وأيضا تعلمنا فارادي وهري أنهم توصلوا إلى نتائج وقالوا أن المجال الكهربائي يتولد حتى لو لم يكن هناك أسلاك وأيضا وصلنا إلى معلومة ماكسويل اللي هو افترض أن عكس الحف صحيح إذن هنا فيما معناه أن المجال المغناطيسي يولد مجال كهربائي وأن المجال الكهربائي يولد مجال مغناطيسي كلها هما متعامدا على الآخر وصلنا أيضا إلى EM ما المقصود بال-EM؟ يقصد بالرمز ال-EM هو عبارة عن اختصار ورمز للموجات الكهرومغناطيسية وبالتالي أن الموجات الكهرومغناطيسية تعطى بالعلاقة أن اللندة تساوي C على F اللندة عبارة عن طول موجي وحدته المتر C عبارة عن سرعة الضوء قيمة ثابتة 3 في 10 أو 8 متر لكل ثانية وقيمة التردد قيمة وحدتها طبعا هو رمز F ووحدته الهيرتز الواجب عندنا للدرس القادم للدرس اليوم نحل الحصة القادمة بإذن الله تعالى سؤال 17 ما طول الموجة كهرومغناطيسية ترددها 8.2 في 10 أس 14 هيرتز وبذلك وصلنا إلى ختام درسنا نستودعكم الله للقابكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر